بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء في مقرار Machine Elements Design 1 نستكمل معا Chapter 5 اللي هو بتكلم على Revited Joints ونتكلم على Types of Revited Joints أو أنواع وصلات البرشام عندي نوعين رئيسيين اللي هو Lab Joints ودي بيسموها الوصلة التراكبية والBud Joint اللي بيسموها الوصلة تناكبية ونشوف طبعا التفاصيل بداعتها فيما يلي أول حاجة عندي Lab Joints جات منين التسمية هنا Lab Joints اللي هي الوصلة التراكبية لأنني بلاحظ أن في اللوح ده البورد ده بيركب على اللوح ده فيه تراكب ما بينهم بالشكل ده كده عشان كده سموها وصلة تراكبية In which one plate overlaps the other and the two plates are then riveted together يعني اللوح بيركب على اللوح وبعد كده بعمل عملية الإيه المشترك ما بينه بتنقسم إلى عدة أقسام منها اللي هو فيه صف واحد زي ما احنا شايفين كده صف واحد من مسامير البرشام فيه هنا ال double riveted lab joints اللي هي فيها صفين الصف ده رقم واحد والصف ده رقم اتنين هنلاحظ هنا أن السنتر بتاع ال rivet ده والسنتر بتاع ال rivet ده على استقامة واحدة لكن لو حصل انحراف ما بينهم بالشكل ده كده بنقول عليها zigzag riveted joints يعني هنا double وهنا أيضا double لكن دي اللي هي الوصلة العادية اللي بيسموها chain riveting ودي اللي بيسموها zigzag ايضا ممكن يبقى عندي وصلة بتلات صفوف هنا واحد اتنين ثلاثة سموها chain riveting وممكن نفس chain riveting بس بشكل الزجزاج اللي هو طبعا السنترز ما هياش على استقامة واحدة فيه انحراف ده طبعا بيزود من متانة الوصلة لأنه كل ماعمل ثقب في اللوح يضعفه فلو الثقوب متقربة بالشكل ده كده هيضعف اللوح زي ما هو في الحالة دي هنا لكن طبعا هنا بزود المسافة بينهم عشان تفضل وصلة بكفاءة عالية النوع الثاني اللي هو butt joints البط joints هلاحظ هنا ان اللوح يعني في رأس اللوح التاني اللوحين وصد بعض مباشرة تانية ده لوح هنا كده واللوح التاني وصد في الحالة دي ماقدرش ان انا عامل عملية البرشام الا بمساعدة اللوح اخر اما من فوق او من تحت او من كلا الجهتين زي ما احنا شايفين ممكن طبعا هنا لازم يستلزم ان يكون في صف خاص باللوح ده والصف التاني خاص باللوح اللي هنا ده اول نوع عندي اللي هو single riveted double strap but joint كلمة double strap بتشير الى ده one strap وده two strap اللي هو الالوح المساعدة في عندي ده طبعا single riveted اللي هو single row لانه كل لوح بينتمي اليه صف واحد هنا double riveted كل لوح بينتمي اليه اتنين صف اللي هو الصف ده رقم واحد والصف ده رقم اتنين كذلك هنا ده برضو الصف رقم واحد وده الصف رقم اتنين الخاص باللوح الثاني نكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه المرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم